وسط الأجواء الإيجابية التي تحيط بمفاوضات فيينا لإعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني وكثرة الحديث عن قرب التوصل إلى اتفاق جاءت العقوبات الأمريكية الجديدة على مزودين لبرنامج إيران للصواريخ الباليستية هذه العقوبات رأت فيها طهران مؤشرا جديدا على سؤينية واشنطن حيال الشعب الإيراني واعتبرت الخارجية الإيرانية أن العقوبات الجديدة تثبت أن الإدارة الأمريكية الحالية بخلاف ما تدعي تغتنم كل الفرص لإطلاق اتهامات لا أساس لها بهدف ممارسة الضغط على الشعب الإيراني هل تنسف هذه العقوبات أجواء التفاؤل المحيطة بمفاوضات نووي؟ وهل تعيدها خطوات إلى الوراء؟ من طهران أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران الدكتور حسين رويوران ضيفنا الليلة دكتور حسين أهلا وسهلا بكم معنا دائما في غرفة الأخبار بداية ما علاقة هذه العقوبات الأمريكية على مزودين لبرنامج إيران للصواريخ الباليستية بقرب التوصل إلى اتفاق نووي؟ هل يمكن الرابط مباشرة ما بين الإعلان عن هذه العقوبات؟ والحديث من قبل أكثر من طرف عن أن الاتفاق بات قريبا جدا بسم الله الرحمن الرحيم يعني العقوبات هي مفروضة على البرنامج الصاروخي الإيراني والبرنامج الصاروخي هو غير مطروح أساسا في مفاوضات فيينا من هنا الموضوعان منفصلان بشكل أو بآخر ولكن إدمان أمريكا على فرض العقوبات وزيادة هذه العقوبات في تصوري تؤثر على صاحب القرار الإيراني باعتبار أن هذا السلوك سلوك عدواني ولا زالت أمريكا تتعامل مع إيران ضمن هذا المنطق في حين أن الوصول إلى الاتفاق في فيينا يفترض أن يتغير هذا السلوك وبالتالي هل يمكن توقع دكتور حسين ريوران أن بالفعل كما ذكرنا في هذه المقدمة أن تنسف لربما هذه العقوبات كل ما تحقق من تقدم على خط أو مسار الاتفاق النووي لا أتصور أنه يمكن أن ينسف كل هذا الجهد لا زالت أمريكا وإيران مصران على الوصول إلى نتيجة وفي تصوري أن العقوبات التي فرضت أخيرا تلبد الأجواء ولكنها لا تنسفها بشكل كامل وسأعود لأسألك بطبيعة الحال عن هذا الاتفاق وعن بالفعل أن تنتظرونه قريبا لكن لفتني موضوع أو تصريح طهران بأن هذه العقوبات الجديدة تستهدف مباشرة الشعب الإيراني هنا أود أن أستوضح منك هذه النقطة دكتور حسين يعني أن تعتبر طهران أن المستهدف من هذه العقوبات الشعب الإيراني بمحاولة لممارسة الضغط عليه كيف يمكن أن تؤثر عقوبات على مزودين لبرامج إيران للصواريخ الباليستية أن تؤثر على الشعب الإيراني يعني أنت ببداية المداخلة قلت لي أنه في عنا مساران منفصلان أو قضيتان منفصلتان ما بين الاتفاق النووي وهذه العقوبات كيف لها أن تلتقي مع مصالح الشعب الإيراني؟ يعني العقوبات القصوى التي فرضت من قبل أمريكا كيف استطاعت إيران أن تتجاوزها؟ تجاوزتها من خلال دخول القوات المسلحة وخاصة الحرس في إيجاد البدائل يعني الحرس أوجد شركات لبناء الطرق شركات لبناء الجسور شركات لبناء السدود شركات لبناء المصافي شركات لبناء المنصات شركات لبناء البواخر إلى آخره وضمن هذا الإطار يعني استطاعت إيران أن تصمت وتتجاوز العقوبات القصوى التي فرضتها أمريكا أمريكا هي تعاقب بعض هذه الشركات تحت مسمى عسكري في حين أن الكثير من الشركات الآن التي تعمل ضمن إطار الحرس هي شركات مدنية وذات نشاط مدني ولكنها تابعة للحرس بسبب ظروف الحصار المفروض أمريكيا وهل من علاقة لربما لهذه العقوبات وتوقيتها مع الطلب الإيراني برفع الحرس الثوري عن لوائح الإرهاب في خضم لربما ما يقال اليوم أنه هو الشرط الوحيد الذي لا يزال عالقا خلال هذه المفاوضات نعم نعم هناك ارتباط بين هذا الموضوع وموضوع رفع اسم الحرس الآن جزء كبير من الاقتصاد الإيراني أصبح مرتبط بالحرس كما أسلفت يعني من خلال الشركات التي تعمل في المجالات المختلفة وعدم رفع الحرس بمعنى أن أكثر من نصف اقتصاد أو ما يقارب نصف اقتصاد إيران هو لا زال تحت العقوبات من هنا إيران ترفض أن تبقى هذه العقوبات باعتبار أن مسمى الحرس في إيران الآن هي لا ترتبط في الحرس كمؤسسة عسكرية بل ترتبط بالحرس كمؤسسة اجتماعية واقتصادية وعسكرية في نفس الوقت في هذه النقطة بالذات لا نعرف حتى الساعة ما هي الخيارات الأمريكية وإلى أين ستتجه الأمور في هذا الإطار لكن دكتور حسين ما الذي يمكن أن تحقيقه واشنطن حقيقة من سلسلة العقوبات الجديدة التي فرضتها الآن في هذا التوقيت يعني في تصوري الضغوطات التي تمارس على الحكومة الأمريكية والسيد بايدن بالتحديد من قبل اللوب الصهيوني هو الذي دفع السيد بايدن لفرض عقوبات ضد الحرس بالتحديد وفي تصوري أن هذا يعكس ضعف الحكومة الأمريكية في اتخاذ القرار المناسب لإنجاح مفاوضات فيينا وهذا ما يجعل البعض دكتور حسين يقول في أكثر من قراءة تابعناها اليوم أن هذه المفاوضات ممكن أن تكون قد تعثرت خلال الأيام القليلة الماضية بالعودة معك إلى حديث عن هذه المفاوضات ما الذي تتوقعونه للأيام المقبلة؟ يعني في تصوري الحرب الأوكرانية أمريكا دفعت روسيا لها لسبب واحد وهو قطع تبعية أوروبا للغاز والنفط الروسي أمريكا لا تمتلك بدائل وليس هناك من بدائل على المستوى الدولي لتغطية النفط والغاز الروسي ومن هنا أمريكا مضطرة إلى العودة للاتفاق النووي لتجاوز العقبة الروسية أو تبعية أوروبا لروسيا وفي هذا الإطار أتصور أن هناك دافع كبير لكن هل تعتقدون دكتور حسين أن إيران هي الخيار الوحيد لدى واشنطن اليوم؟ ألا يمكنها أن تؤمن هذه البدائل ربما من دول أخرى؟ وقد تابعنا زيارات كثيرة أجراها مسؤولون أمريكيون في هذا الإطار لتحقيق هذا الهدف يعني روسيا هي تنتج يوميا 11.5 مليون برميل تستهلك 3.5 منها وتصدر بين 7 إلى 8 مليون إلى الخارج من يستطيع أن يوفر 7 أو 8 مليون؟ السعودية تستطيع مثلا مليون الإمارات نصف مليون منزولة مليونين وإيران أيضا نمكن أن توفر مليونين فيما إذا رفعت العقوبات عنها من هنا في مجال النفط لإيران موقع مهم في الغاز موقع إيران أقوى باعتبار أن إيران تمتلك ثاني احتياطي في موضوع الغاز على المستوى العالمي وإيران الدولة تقريبا المرشح الأول في الاستثمار في مجال الغاز لسد النقص الموجود في السوق العالمي شكرا جزيلا لمشاركة أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران الدكتور حسين ريوران حدثنا من طهران الليلة